خلينا نبتدي كده بالأخبار الإيجابية لأن احنا اتكلمنا واتناقشنا في الفاصل عن الحاجات المنتشرة طول الوقت على المواقع والسوشال ميديا والكلام ده كله انتشار فيروس جديد مش عافية انتشار أنواع جديدة من فيروسات أو أمراض الدرن في الصين كلام بقى طول الوقت عملين نقرأ الكلام ده كله فحيكتم مني هل احنا في وضع المفروض نقلق دلوقتي احنا شفنا المتحورات لكورونا قعدنا برضو الفترة اللي قبلها سمعين طول الوقت متحور جديد نشاف ايه الكلام ده كله عدى الموضوع بسلام فهل احنا فيه اي حاجة المفروض نقلق منها دلوقتي؟ نقلق لا ولكن هنكون عندنا نحيطها والحذر مصر من أوائل الدول اللي دايها منظومة قوية صحية منظومة لقاحات قوية اشهدت بها منظمة الصحة العالمية ضد الوقاة ضد الأمراض ضد الدرن كورونا مصر من أوائل الدول اللي كافحت كورونا بطريقة طبية سليمة جدا شفنا دول كبيرة جدا بتنهار مصر الدولة الوحيدة بإشهدات عالمية قدرت متماسكة طول كورونا وما بعد كورونا بفضل منظومة الصحية وبفضل منظومة اللقاحات اللي كانت مستمرة حتى في ظل الموجات الشديدة مصر موقفتش لقاحات الأطفال نهائيا كل منظومة اللقاحات منذ صغر طفل ومن زولاتهم موقفتش أثناء الحمل أثناء كورونا وأثناء موجود كورونا وبالتالي إحنا وبائيا مستقرين الحمد لله مش خايفين من الخارج ولكن حذرين يكون فيه تحورات جديدة لأن من طبيعة الفيروسات هي التحور أهن فاجأة بتحورات هو كورونا مش هينتهي على فكرة كورونا فيروس موجود من زمان حصل له تحور كبير جدا وهاجم بكوة الحمد لله تحوره الآن إلى الأضعف هيصي يظل الفيروس زي البرد موجود للقاح والعلاج بس مش أكتر من كده يا دكتور يعني هيفضل فيروس زي البرد ولكن مش هيتحور بشكل نوعي بأشارس زي مكان أنه ما يكونش يلي لقاح وما يكونش يلي علاج الآن فيه لقاح لفيروس كورونا تريد يتعدل كل شوية على حسب التحورات الموجودة وفيه علاج وتحوره بقى أضعف يصبح إحنا بنقول للتحور الجديد لفيروس كورونا الآن يمثل دور البرد بمعنى أن إحنا ما بقيناش نقول للعيان هو أنت عندك بقولك أنت عندك عدوة نفسية ما بلاش نقول له برد ولا إنفلوانزا ولا كورونا لأن الفيروسات الحمد لله بتادي التشابه في أعرضها ما بقاش في فيروس أخطر من التاني